السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء النهاردة حلقة مخصوصة للمبتدئين يلا نبدأ مع بعض اكتبوا معايا الحروف ديت اللي هنعمل منها كلمات يلا نبدأ بسم الله فا فا تا فا تا حى و قا قا فا فا لا 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 طيب يبنقول مع بعض كده فا تا حا و قا فا لا طيب تعالوا نعمل مع بعض كلمتين من الحروف اللي موجودة قدامنا خلاص؟ تعالوا نوصل فا بتا فا بتا هنوصلهم مع بعض ونشوف ايه اللي هيحصل قا دي عندنا فا شايفين؟ الخط اللي موجود هنا مبقاش موجود شلناه ليه شلناه؟ عشان هنوصل للوقتي تا تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل لشكل تا هنعمل خط كده وبعد كده هنكتب تا بالشكل ده فا تا فا تا طيب ليه انا محطتش الخط ده هنا ليه شلته؟ عشان هوصل حا بتا يبقى عندي فا تا يلا نوصل حا تعالوا نشوف اللي هيحصل هنعمل خط كده وبعد كده هروح جاي بالشكل ده كده كده بقى عندي حا فا تا حا فاتحا فاتحا طيب تعالوا نعمل كلمة تانية نكتب و ياريت تكتبه معايا وتستخدمه نفس الالوان ممكن توقفوا الفيديو وتكتبه وبعد كده تشغلوا الفيديو تاني وتمشوا معايا خطوة خطوة و ق تعالوا نوصل ق بفا تعالوا نشوف اللي هيحصل شايفين شكل ق مقوس ازاي؟ شايفين التقويصة ده هنشيل التقويصة ده بصوا هيحصل ايه؟ بقت بالشكل ده قا طيب ليه بقت بالشكل ده؟ عشان فا هتمسك فيها شايفين شكل فا برضو اختلف الخط ده اتشيل قا فا قا فا قا فا تعالوا نوصل فا بلا تعالوا نشوف اللي هيحصل لا بشكل دوت بس عشان لا تمسك بفا لازم نعمل خط كده وهننزل لا بنفس الشكل لا طيب قا فا لا تعالوا نقرأ مع بعض واحدة واحدة يلا فا فا فتا فتا فتحا فتحا و و قا 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 قفا 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 قفالا قفالا فتحا و قفالا فتحا وقفالا فتحا وقفالا طيب خلي بالكم كويس جدا من اشكال الحروف بيتعامل ازاي؟ تعالوا ناخد بالنا كده عندنا في حرف اتقرر مرتين فا صح؟ فا هنا موجود أول الكلمة وعندنا هنا فا موجود وسط الكلمة شايفين؟ فا أول الكلمة بيبعمل كده فا وسط الكلمة بيكون شكله كده أحيانا ممكن فا وسط الكلمة يجي بالشكل دوت هنعرف في أمثلة تانية في الحلقات اللي جاي تعالوا نكتب جملة تانية يلا ن ن ن ن ظا ظا اين ظا؟ ممكن تكتبه معايا واحدة واحدة ظا ن ظا را 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 ن ظا را طيب لا ها ضال ضا تعالوا نكون مع بعض كلمات من الحروف اللي موجودة قدامنا عندنا إيه؟ نا ضا را و لا حا ضا يلا نكون الكلمة الأولى تعالوا نوصل نا بضا ركزوا معايا كويس جدا إيه اللي هيحصل لشكل نا نا هنا وهي خارج الكلمة شكلها مقوس صح؟ طيب التقويسة دي هتروح نبصوا إيه اللي هيحصل شايفين شكلها عامل إزاي؟ التقويسة دي تراحت وبقت جاهزة عشان تتوصل بضا ما قفلناهاش ليه ما قفلناهاش؟ عشان ضا بصوا هتيجي إزاي؟ هنعمل خط كده وهنكتب ضا بالشكل ده جيبه مكتوب قدامنا إيه؟ نا ضا نا ضا نا ضا را 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 طيب شايفين إيه اللي حصل؟ را طلع لها خط من هنا عشان تتوصل بضا زي ما احنا شايفين هنا نا ضا نا ضا معلومة كده؟ را حرف بيتصل بالحرف اللي قبله من الناحية اليمنى فقط يعني حرف الرا لو فيه حرف جي بعده ما بيمسكش فيه حرف الرا تاني هنقولها مرة تانية إذا جي حرف بعده في كلمة ما بيمسكش فيه طيب تعالوا نكتب وا ننزل وا يلا هنعمل كلمة تانية لا حا ضا يلا نوصل لا بحا لا لا شايفين؟ الجزء الدائري ده ما بقاش موجود في لا لما جات أول الكلمة طيب ودلوقتي لا ما تقفلتش عشان هنوصلها بمين؟ بحا حا هنعملها ازاي وهي في وسط الكلمة هنعمل خط كده وبعد كده ها دي حا زي ما احنا شايفين لا حا لا حا لا حا ضا حا ما تقفلتش شكل الدائري دوت ما بقاش موجود مش يتخط مستقيم كده عشان خاطر ضا فيجي تتكتب آخر الكلمة لحظة لحظة نقول مع بعض ناظرة ن ناظرة 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 اتكرر مرتين المرة ايه هو ضا شايفين ضا هنا جه وسط الكلمة شايفين شكله عامل ازاي؟ طلع له خط من هنا كده عشان خاطر يمسك في الحرف اللي قبله والحرف اللي بعده وعندنا ضا هنا آخر الكلمة شاكله طلع له خط من هنا عشان خاطر يمسك في حا الحرف اللي قبله يلا نكتب جملة تانية اكتبوا معايا الحرف دي حا حا لا لا فا 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 و و و صو 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 دا قا نرى مع بعض حا لا فا و صو دا قا يلا نوصل الحروف هنا مع بعض تعالوا نوصل حا بلا نشوف اين لها يحصل حا لا شايفين الشكل الدائري دا ما بقاش موجود في حا أول الكلمة لا طلع لها خط من هنا عشان تمسك في حا وفقدت الشكل الدائري دا وبقت مستعدة انها تمسك في فا عشان نكتب كلمة حلفا حالفا 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 و صو 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 دا دا طيب إلا حصل صو فقدت الجزء الدائري دا برضو عشان تمسك في دا دا حرف بيتوصل بالحرف اللي قبله بس من الناحية الشمال لكن دا عمرها ما تمسك في الحرف اللي بيجي بعدها من الناحية اليمين تعالوا نشوف يعني شوفوا قاها تنزل ازاي بصدقها تنزل بالشكل دا شايفين طيب هل ينفع ان انا اعمل خط هنا كده اوصل قاها بدا لا ماينفعش ماينفعش دا ما بيتوصلش بالحرف اللي بعده خالص طيب تعالوا نقرأ مع بعض حا لا فا حلف حلف و صا دا قا صدقة صدقة حلف وصدقة حلف وصدقة حلف وصدقة حلف وصدقة طيب يلا نكتب مع بعض اخر جملة يلا ح ح ح ح س س س د دا 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 و و و نا 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 دي 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 ما 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 طيب ناخد بالنا هنا عندنا صوت تاني شايفين العلامة هنا اسمها كسرة اللي بتيجي تحت الحرف فاحنا شايفين هنا صوت هنا الصوت عامل ازاي دي اما لما العلامة جات فوق هنا اللي هي الفتحة بنقول دا يبقى دا دي دا دي دا دي طب اذا عندي نا نا شايفين العلامة فوق الفتحة اذا جيت كتبت حرف النون بشكل دا واخدت العلامة دي وحطتها تحت هيبقى ني نا ني نا ني طب يلا نتكون مع بعض جملة حا حا اول الكلمة بصوا شكلها هيبقى عامل ازاي حا مفيش الجزء دا سا بصوا سا مستعدة انها تمسك في سا سا كافين الجزء دا برضو مش موجود طلع لها من هنا خط عشان تمسك في حا يلا نوصل بدا دا حا حا سا سا دا دا حا حا حسا 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 دا حسا دا و و و نا 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 اول الكلمة خلاص دلوقتي احنا محترفين عارفين شكلها هعمل ازاي نا 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 دي 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 نا دي نا دي ما طيب تعال نشوف ما هل ينفع اوصل دي بما هل ينفع عامل كده لا ما ينفعش عشان دي ما بيتوصلش بالحرف اللي بعده من ناحي الشمال حا سا حسا دا و نا دي نا دي ما نا دي ما حسدا و نا دي ما حسدا و نا دي ما حسدا و نا دي ما و ممكن يتكتب كده و ممكن يتكتب كده زي حرف الحا و بعد كده نعمل بالشكل ده ف عندنا ما ممكن يكون كده او كده او كده او كده اتمنى ان الحلقة تكون عجبتكم و نشوفكم بإذن الله تعالى في حلقة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته